موسيقى نشرة الأخبار على قناة يامن شباب نبدوها بالعناوي إحباط محاولة اغتيال لمحافظ شبوى وشيخ مشايخ سقطرة يتهم الانتقال بمحاولة اغتيال مدير مكتبه وأحد شيوخ الجزيرة تقدم ميداني جديد للجيش الوطني في صرواح غرب مأرب وطيران التحالف يستهدف معملا لتجهيز الطائرات المسيرة غربية صنعاء وميليشيا الحوثي تستغل جائحة كورونا لفرض جبايات باهضة على العيادات الخاصة في مناطق سيطرتها موسيقى أهلا بكم أحبطت الأجهزة الأمنية في شبوى مخططا لاغتيال المحافظ محمد صالح بن عديوو بمدينة عتق مركز شبوى قالت مصادر أمنية ليمن شباب بأن المحاولة تم التخطيط لها عبر زرع عبوتين ناسفتين في أحد الطرقات للاسهداف موكب المحافظ خلال زيارة قام بها أمس الثلاثاء وسط مدينة عتق ووفقا للمصدر فقد تم اكتشاف العبوتين من قبل الأجهزة الأمنية وإبطال مفعولها قبل مرور موكب المحافظ هذا ولم يصدر أي اتهام رسمي حتى الآن لأي جهة بالوقوف وراء التخطيط للحادثة غير أن المحافظة قد شهدت توترا مستمرا منذ شهور بين السلطات المحلية وميليشيا الانتقالي التي تدعمها الإمارات في مسعى من الأخيرة لإحداث فوضا في المحافظة هذا وقد دان مكتب شيخ مشايخ سقطر عيسى بن سالم بن يقوت محاولة الاغتيال التي تعرض لها مدير مكتبه علي السعد سالمين والشيخ علي عبدالله بن حمدون من قبل ميليشيا الانتقالي الإماراتي ووصف بيان صادر عن مكتب الشيخ بن يقوت الحادثة بأنها سلوك شائن وقال بأن الاستفزازات المستمرة من قبل الانتقالي الخارج عن النظام والقانون في سقطر والمدعومة من دولة الإمارات غير مقبولة وتابع البيان بالقول أن السمرار ميليشيا الانتقالي بإقامة نقاط مسلحة للتقطع على الطرق العامة وترويع المواطنين واستفزازهم ورفع السلاح في وجوههم سلوك مرفوض ومستهجا من جميع السقطريين بكل شرائحهم وقد أكد شيخ شيوخ سقطر بأن الحادثة محاولة يائسة لجر المجتمع إلى الانقسام والصراع والفوضى وقال إن هذه التصرفات لن نسمح بها وسنكون عونا وسندا لأبناء سقطر لإحباط هذه المحاولات الصبيانية اليائسة من عناصر مشبوهة دخيلة ومتسللة إلى المحافظة بدعم وتوجيه خارجي من جهة أخرى نشرت ميليشيا الانتقالية الإماراتي العشرات من عناصرها في خرمكسر شرقية عدن مساء ثلاثاء عقب ساعات من مقتل أحد الأهالي بنيران مسلحها وقد أفادت مصادر محلية بأن الانتقالي نشر عناصر ملثمة في الشوارع العامة بالمديرية في حالة استعداد قتالي وقد قالت المصادر أيضا بأن هذا الانتشار العسكري لميليشيا الانتقالي يترافق مع نشر عربات عسكرية وأخرى مدرعة توزعت في أنحاء المديرية ومداخلها المصادر أيضا أكدت بأن هذا الانتشار من قبل ميليشيا الانتقالي جاء تحسبا لأعمال شغب من قبل السكان المحليين ردا على مقتل الجندي سالم العوذلي برصاص عناصرها أثناء اقتحامهم مقر المؤسسة الاقتصادية بالمعلة هذا وقد استهدف طيران والتحالف العربي بضربة جوية فجر اليوم الأربعاء استهدف موقعا عسكريا تابعا للحوثيين غربية صنعة وقد قالت مصادر مطلعة بأن طيران التحالف قصف معملا محصنا لتجهيزات طائرات المسيرة والمخخخة في معسكر القوات الخاصة بمنطقة الصباحة وفقا للمصادر فإن انفجارا هائلا قد وقع في المعسكر الجبلي الحصين ما أدى إلى تضرر بعض المنازل القريبة من أسوار المعسكر إلى ذلك تمكنت وحدات من الجيش الوطني من إحراز تقدم ميدانيا جديد بجبهة صرواح غربية مأرب عقب قتال ضد الحوثيين وقال مصدرا عسكري اليمن شباب بأن قوات الجيش قد شنت أمس الثلاثاء هجوما على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي بجبهة صرواح وقد تمكنت من تحرير عدد من المواقع في الجبهة عقب فرار جماعي لعناصر الميليشيا وبالتزامن فقد قصفت مدفعية الجيش ومقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع وتعزيزات للميليشيا المتمردة القادمة إلى منطقة المواجهات وذكر المصدر بأن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحة في صفوف الميليشيا الحوثية وتدمير أليات تابعة لها في تعزي واصل أفراد في الكتيبة السادس عشر في اللواء 22 ميكا احتجاجاتهم أمام مبنى المحافظة المؤقت للمطالبة بتسويات مالية وقال المحتجون من الأفراد أنهم يرابطون في الجبهات منذ أشهر دون أن ينالوا استحقاقاتهم المالية ويطالب المحتجون بصرف مستحقات الجرحة وعائلات الشهداء حتى يتمكنوا من العيش ومواجهة أعباء فيروس كورونا في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد خارجنا لكي نطالب بحقوقنا الذي سلبت منا نريد مستحقات أقرحة نريد مستحقات أمراض نريد رواتبنا الذي سلبت منا منذ خمس سنين نحن في الجبهات نقاتل ضد الطاغي نقاتل لأقرى الوطن ليس نقاتل لأقرى أشخاص وإنما هذه حقوقنا يجب عليكم أن تدوها إلى مستحقها كشف أطباء عاملون في العاصمة صنعاء عن فرض ميليشيا الحوثية الانقلابية جبايات باهظة على العيادات الخاصة وقالت المصادر لمن شباب بأن هذا الإجراء يأتي بينما يقدم المانحون دعما للقطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين بملايين الدولارات لمعجهة تفشي كورونا واستمرار الخدمات الصحية المنقذة للحياة ووفقا للمصادر فإن 45 طبيبا ومختصا معظمهم في مناطق سيطرة الحوثيين قضوا بالفيروس وسط تعتيم يفرضه الحوثيون على وضع الوباء وضحايا وفي إب الخاضع لسيطرة الحوثيين أفاد مصدر طبي بوفاة سبع مصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية وقد أوضح المصدر بأن رجلا وامرأة توفي في جبلة بفيروس كورونا فيما توفي اثنان آخران في مدينة القاعدة بذي السفال جنوبية المحافظة فيما تم أيضا تسجيل ثلاث حالات وفيات بمدرية حبيش ومدينة إب وقد قالت المصادر أيضا المحلية بأن إصابات في أوساط بائعين متجولين قد تسببت بنقل العدوى والفيروس إلى القرى والمناطق المختلفة بمدرية نادرة بذات المحافظة وسط اختفاء المعاقمات والمنظمات وأدوات السلامة ذات الجودة العالية من الأسواق والصيدليات وشركات الأدوية في ظل زيادة طلب عليها مع اتساع رقعة تفشي الوباء وتزايد أعداد الوفيات ووثق راصدون محليون وفاة ما لا يقل عن مئة شخص في ذات المحافظة خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري بأمراض عدة من بينها فيروس كورونا ناشد أطباء مركز العزل الرئيس بمأرب ناشد الحكومة ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل لدعم المركز بأدوات السلامة وقد جاءت المناشدة بعد تسجيل أربع وفيات من الكادر الطبي بفيروس كورونا بينهم جراح أو جراح حفوان يحمل الجنسية الروسية طبيبة سورية استشارية أمراض نساء وولادة ذكر مصدر طبي بأن عشرين كادر صحيا بمأرب قد أصيبوا بالفيروس في غضون هذا قد أكدت نقابة هيئة التدريس في جامعة عدن أن أربع وعشرين من كادرها التعليمي فارقوا الحياة خلال الأسابيع الماضية دون الإشارة إلى أسباب وفاتهم المفاجئة غير أن مصدرا أكاديميا رجح أن تكون وفاتهم جراء إصابتهم بأمراض تنفسية مطابقة لأعراض كورونا في حضر موت أعلنت السلطة الصحية هناك تسجيل سبع حالات شباه بكورونا بينها حالة وفات ليوم أمس ثلاثة وذكر مصدر طبي لقناة يمن شباب بأن حالات للشباه بالفيروس ارتفعت إلى ستة وأربعين حالة خلال أسبوع بينها خمسة عشر حالة وفاة وفاد المصدر بأن ستة عشر حالة من التي تتلقى العلاج اختفت منها الأعراض والعلامات وهي في حالة جيدة وبانتظار نتائج البي سي آر لإعلان شفائهم في الضالة أفاد مصدر طبي بتسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في مركز العزل الصحي خلال الساعات الماضية وقال مصدر طبي ليوم شباب بأن حالتين الوفاة تعود لاثنين من كبار السن وقضوا بالفيروس بعد أيام من ادخالهم مركز العزل وأضاف المصدر بأن حالتين صابت ماثلتان للشفاء فيما تتلقى خمسة عشر حالة أخرى العناية الطبية بينها حالتان الاثنين من الممارسين الطبيين المصدر أكد أيضا بأن مركز العزل الصحي في الضالع لم يعد يحتمل مزيدا من الحالات الصعبة كونه لا يمتلك سوى أربعة أجهزة تنفس صناعي وافتقاره لمادة الأكسغين والأدوية والنفقات التشغيلية هذا وقد سجلت مديرية المسراخ بيتعز وفاة ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات المؤكدة إصابتهم بالفيروس في المديرية إلى تسع حالات وقد أفاد مراسل قناة يامن شباب بأن هذا العدد يضاعف إلى تسع وفيات أخرى من المخالطين للحالات المصابة ولم تجر لهم الفحوصات وبهذا يصل عدد الوفيات في المديرية إلى ثمانية عشر حالة وفاة منذ ظهور الفيروس في المديرية قبل قرابة أسبوعين حذر عبد مهدي مسؤول محطة الأكسوجين التابعة لهيئة مستشفى الثورة بتعز من إنتاج المحطة للسموم بدلا من الأكسوجين بسبب تلف الفلاتر الخاصة بالمحطة وطالب مهدي في تصريح لقناة يامن شباب الجهات المعنية بسرعة شراء الفلاتر التي تصل قيمتها إلى ثمانية آلاف دولار حتى تتمكن المحطة من مواصلة إنتاجها وعدم التوقف بسبب هذا الخلل الفني نحن بحاجة لتكتم المحطة وكذلك تعمل عمليات صبة أمام المحطة حتى لا يدخل التراب الآن في معنا في التراب متعبة تفرز الآن زيت بدل ما تفرز ماء تفرز زيت بدل ما تنتج أكسوجين تنتج سموم للتعبية فهذا خطير على المحطة ونبقى في تعز إذ توعد مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بالتصعيد ضد الحكومة في حال لم تقم بصرف مرتبات موظفي المحافظة العاملين لشهر مايو الماضي وقد حدد المجلس في بيان اليوم الأربعاء موعدا أقصاه مساء الأحد المقبل للصرف وقال بأن تلك المدة فرصة كافية لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لعملية الصرف وانتقد المجلس تأخير المستمر لصرف مرتبات موظفي المحافظة بما في ذلك تأخير الصرف مرتب شهر مايو لهذا العام خلافا للقوانين النافذة كما طالب المجلس بصرف مرتبات شهر يونيو للمتقاعدين المدنيين محذرا من التصعيد لتلك السلطات في حال لم تقم بتنفيذ تلك المطالب وإفقى خطتها المزمنة في شان آخر حيث أكدت منظمة الهجرة الدولية تراجع تدفق المهاجرين من القرن الإفريقي للخليج العربي عبر اليمن خلال فترة ظهور وباء كورونا المستجد وقد قالت المنظمة الدولية للهجرة في تغريدة على حسابها تويتر أن أعداد المهاجرين القادمين إلى اليمن تتناقص تدريجيا خلال فترة انتشار الفيروس وأضافت المنظمة أنها ساعدت ما يقارب من 270 مهاجرا على العودة الطوعية والآمنة إلى إثيوبيا قبل إغلاق الحدود وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء حذرت الحكومة الشرعية في رسالة إلى الأمم المتحدة من مخاطر تكنف الآئحة التنفيذية لقانون الزكاة التي أصدرتها ميليشيا الحوثية الانقلابية مؤخرا وتضمنها الحوثية تضمنت أيضا بنودا تؤكد الطابع العنصري للميليشيا جاء هذا في رسالة بعثها وزير الخارجية في الحكومة محمد الحضرمي إلى المبعوث الأممي مارتين غريفث أشار فيها إلى أن اللائحة منعدمة الأثر قانونا كونها صدرت من غير ذي صفة كما أن لها دلالة سياسية واضحة مفادها بأن ميليشيا الحوثية غير راغبة في السلام ولا تسعى له أكدت اللائحة أيضا على السمرار الحوثيين في انتهاك حقوق المواطنين في المناطق التي لازالت خاضع لسيطرتهم من خلال قوانين ولوائح غير شرعية بحسب ما جاء في رسالة الوزير الحضرمي وأضافت رسالة الحكومة بأن اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة تحمل دلالات عنصرية وجزءا من سعي الحوثيين لتمزيق النسيج المجتمعي في اليمن من خلال فصل فئة بعينها عن المجتمع اليمني وبمنحهم امتيازات تستند إلى أسس عنصرية مجرمة ومجرمة بموجب القانون الوطني للجمهورية اليمنية والقوانين الدولية كما دعت وزارة حقوق الإنساني البرلمان وكافة المؤسسات الحكومية والمدنية والجامعات والقطاعات الشعبية إلى رفض القانون الصادر عن ميليشيا الحوثي بشأن الزكاة ولائحته الداخلية والتصدي له عبر الخيارات المتاحة والممكنة وقد أكدت في بان لها بأن هذا القانون هو أخطر وثيقة عنصرية في العصر الحديث ويفرز المجتمع طبقيا إلى مستغلين ومستغلون وسيكون له ناتج كارثي على مستقبل الحقوق والاستقرار في اليمن بشكل عام وقد قالت وزارة حقوق الإنسان بأن القانون الصادر عن الميليشيا يشكل سابقة خطيرة في تاريخ اليمن والإسلام كما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والشرائع السماوية والقيم الكونية وبحسب البيان فإن القانون الحوثي قسم المجتمع إلى هاشميين ويمنيين وقد أجاز للهاشميين أن يأخذوا 20% من ثروات وممتلكات اليمنيين وما يكسبوه بعرق جبينهم علاوة على نهب 20% من الثروات السيادية وبالإضافة إلى تخصيصه لـ 25% من مصارف الزكاة لبند في سبيل الله أي لتمويل أنشطة الجماعة العسكرية والأمنية الموجهة أساسا ضد اليمنيين تسعى ميليشيا الحوثية الانقلابية للسعباد الشعب وإعادة النظام الكهنوتية الإمامية البائد مجددا بعد عقود على اندثاره حيث فرضت مؤخرا دفع الخمس للهاشميين لشرعنة نهبها لأموال وثروات اليمنيين في تشريع عنصري أثار غضبا واسعا في أوساط اليمنيين التفاصيل في هذا التقرير بعد ستة أعوام على انقلابها أصدرت ميليشيا الحوثي ما أسمته اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة لائحة تحاول من خلالها شرعنة نهبها الجائري لأموال وممتلكات الشعب اليمني أبرز التعديلات التي أدخلتها الميليشيا فرض دفع الخمس للهاشميين بما يوازي 20% من ثروات البلاد وممتلكات وأموال الشعب العامة والخاصة تشريع عنصري وغير مسبوق أثار سجانا شعبيا واسعا إذ يضع البلاد على عتبات مرحلة جديدة تقتضي من كافة اليمنيين النضال للخلاص من هذه الميليشيات أو الرضوخ العبودية قصرية لم تترك ميليشياء الحوثية شيئا مما لدى المواطنين إلا ودونته في لائحتها التنفيذية لقانون الزكاة باعتبارها شريكا فيما بحوزة المواطنين وما يعتاشون منه أو عليه لائحة تحيل الشعب اليمني بأكمله إلى شعب يكدح كي تنعم بعض الأسر الهاشمية وتعيش في رفها وبدخن فيما تتفرغ السلالة العنصرية لمواصلة حربها على اليمن تنفيذا لمخطط الهيمنة الإيرانية عشرات القوانين حرفتها الميليشياء وأدخلت عليها تعديلات ذات طابع عنصري تتيح للميليشياء نهب مقدرات ومبتلكات المواطنين والتجار وتضع كافة موارد البلاد وقطاعاتها الاقتصادية بقبضة السلالة العنصرية ووفقا للمعلومات المتداولة تسعى ميليشياء الحوثية التي تقديم ما أسمته اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة إلى مجلس النواب الخاضع لها في صنعاء في محاولة لإضفاء شرعية مزعومة على نصوص تبيح للمتمردين النهب والسرقة وفق شرعهم الانقلابية الخارج عن القانون والعرف والدين وفيما يبدو من محاولة تسريب للائحة التنفيذية للقانون كخطوة لجس النبض تتصاعد الدعوات الشعبية لقيادة الشرعية باتخاذ تدابير قانونية وميدانية منها تجريم الحاشمية العنصرية نهاية النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها إحباط محاولة اغتيال لمحافظ شبوة وشيخ مشايخ سقطرة يتهم ميليشيا الانتقالي بمحاولة اغتيال مدير مكتبه وأحد شيخ الجزيرة تقدم ميداني جديد للجيش الوطني بالصرواح غربية مأرب وطيران التحالف يستهدف معملا لتجهيز الطائرات المسيرة غربية صنعا وميليشيا الحوثي تستغل جائحة كورونا لفرض جبايات باهضة على العيادات الخاصة في مناطق سيطرتها وصلنا إلى الختام في أمان الله اشتركوا في القناة